شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بتكامل جهود وخطط الدولة في مجال الانتاج الزراعي لتحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعديد الأمن الغذائي ودعم القدرة التنفسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية كما وجه الرئيس السيسي بربط الانتاج الزراعي بصناعات ذات الصلة وبدعم القدرة التنفسية للمنتجات الزراعية المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعد جديدة على الأراضي حفاظا على حقوق الدولة وخلال اجتماع لمتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء شدد مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح وصل إلى مليونين وثمانمائة ألف طلب منها مليون وستمائة ألف طلب في الريف أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيين بينهم 53 جريحا تم إجلاؤهم من مجمع أزوفستال الصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية جانا مليار أن هؤلاء العسكريين سيتم ملاحقا تبادلهم لكون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تغضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات موالية لموسكو قالت قوة المهام المشتركة الأوكرانية أن 20 مدنيا بينهم طفل قتلوا في قصف لمنطقتين لوحانسك ودوناتسك وقالت القوة العسكرية في بيان لها أنه جرى استهداف 25 تجمعا سكنيا في المنطقتين وإن القصف أصاب 42 مبنى سكنيا فضلا عن إحدى المدارس فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل تخلي عن رفضها حظر نفطي مقترح على روسيا وقال جونسيب بوريل منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لهم في بيوكسل أن الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق مثل ما هو متوقع مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق في الوقت نفسه قال بوريل أن وزراء الخارجية قرروا تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء الأسلحة لدعم كييف ليصل بذلك إجمالي الأموال التي خصصها للتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تزال واثقة من أن حلف شمال الأطلنطي الناتو سيتوصل إلى إجماع عفوا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جار بيير أن واشنطن ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نية هما السعي للحصول على عضوية الناتو مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلبات البلدين عند تقديمها رسميا في بيوكسر قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف إن تكلفة الأدوية التي تنقذ الأرواح لغالبية الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد بصدد الزيادة بما يصل إلى 16% بسبب الأزمة الأوكرانية وأضاف اليونيساف في بيان لها أن الأسعار المواد الخام المستخدمة في صنع الأغذية العلاجية الجاهزة قفزت بسبب أزمة الغذاء العالمية والتي نتجت عن العملية العسكرية والجائحة وحضرت المنظمة من أنه إلى جانب الضغط الأوسع نطاقاً على الأمن الغذائي قد تؤدي زيادة الأسعار إلى مستويات كارثية من سوء التغذية نهاية مجاز التاسعة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعض الفاصل